اشتركوا في القناة ان معرفة الحيوانات التي نفضلها يمكن ان تكشف الكثير عن شخصياتنا وطرق تفكيرنا واصل المشاهدة لتعرف بعض الاشياء المثيرة عن نفسك ما عليك سوى القاء نظرة على هذه الصورة ودون ان تفكر مليا حدد اي حيوان رأيته اولا لتعرف دلالة ذلك لكن اولا ندعوك للاشتراك بقناتنا وتفعيل الاشعارات لتنضم الينا على الجانب المشرق واحد النمر يرمز النمر الى الطاقة والقوة ويشير الى شخصية حادة الطباع تنزع الى التمرد ضد اي شخصية قيادية اخرى توجد في محيطها وصاحب هذه الشخصية معارض شرس وقد يكون غير منضبط احيانا لكن بفضل اهدافه وطموحاته الكبيرة ينجح في تحقيق انجازات رائعة في الحياة ولا سيما عندما يستمع الى اراء الاخرين ولا يتجاهل نصائحهم الذكية لكن مثل العديد من الشخصيات القيادية لا يمكن الوثوق بالنمر على الدوام فالنمر شخصية مجازفة الى حد التهور ما قد يؤدي الى كارثة وكثير من الاشخاص يفتقرون للارادة الكافية لمقاومة جاذبية النمر وبالتالي لا يسعهم سوى ان يتبعوه بكل احترام لذا من المفيد ان يتعلم النمر التفكير قبل اي خطوة وان يدرك ايضا انه مثل الجميع ليس محصنا من ارتكاب الاخطاء شخصية النسر تضع اهدافا طموحة وتعمل ما بوسعها لتحقيقها واصحاب هذه الشخصية من الرجال والنساء يتحلون بالنبل والشهمة ويمدون يد العون لمن يحتاجون الى مساعدتهم ودائما يدعمون اي شخص تعرض لإساءة او وقع عليه ظلم هذه شخصية موسوقة يمكنك الاعتماد عليها والثقة بقراراتها اصحاب هذه الشخصية لا يخشون اللوم او السخرية فلديهم قدر كبير من الثقة بالنفس دون المبالغة في تقدير الذات او التقليل منها كما يتسم النسور بالجدية الشديدة فيما يخص الاسرة والامور العائلية ولا يتخذون قرار الزواج استنادا الى العاطفة فحسب ويفضلون التعبير عن ارائهم بصراحة لكنهم لا يدركون الخداع والمكائد التي تحاك وراء ظهورهم اما سلوكياتهم في المجتمع عموما فتتسم بالرقي والوقار ما يجعلهم مثار حسد الاخرين 3- الكلب الكلب يرمز الى الذكاء والوفاء واصحاب هذه الشخصية يتسمون بالتفاني والاخلاص ولديهم التزام قوي تجاه فكرة العدالة لدرجة تؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية واحيانا يقاتلون باقصى قوتهم بمجرد شعورهم ان هناك ظلما قد وقع وهذا قد يدفعهم لخوض نقاشات طويلة بل والتشاجر مع الاخرين مستوى ذكاؤهم مرتفع للغاية وهم يدركون جيدا اللحظة المناسبة للظهور او قول شيء ذكي لاقناع الاخرين من الافضل حتما ان تكون صديقهم لا عدوهم وهم لا يتحملون الخيانة ولا يمكنهم ان يخونوا بل يحافظون على اخلاصهم ووفائهم حتى النهاية وهذا لا ينطبق على حياتهم الشخصية فحسب وانما على مبادئهم واعمالهم ايضا السمات الرئيسية لهذه الشخصية هي الشرف والقدرات العقلية المتميزة والقوة والحكمة والهيبة ولديها جاذبية آسرة بما لديها من تسلط وعناد وعزيمة وتهتم بشدة بحياتها المهنية والاجتماعية وبالمقارنة مع النمر فان شخصية الفيلي تحقق النجاح في الحياة من خلال التفكير في كل خطوة وليس من خلال كونها طموحة اكثر من اللازم والعائلة مهمة جدا للاشخاص من هذا النوع انهم بحاجة الى شخص عطوف يمكنه تحويل تشاؤم الفيلي الى تفاؤل ويجعله يثق بقدراته وفي المعتادي يحيط بهم الكثير من الاصدقاء والاقارب يرمز السنجاب الى الحركة والفاعلية والطاقة والاخلاص للواجب تتميز هذه الشخصية بمستوى ذكاء مرتفع وبصيرة ثاقبة وحيوية دائمة وتسعى للمضي قدما على الدوام كما تتمتع بالثقة والقوة بفضل حيويتها الكبيرة وروحها المرحة هذا المزيج من الصفات يجعل شخصية السنجاب محبوبة لدى الاخرين فهي شخصية اجتماعية للغاية يحيط بها الاخرون عسى ان تصيبهم نفحة من تفاؤلهم ولديهم من الطاقة والحيوية ما يعينهم على مواجهة التحديات مهما بلغت صعوبتها شخصية السنجاب تتسم بالقدرة على الملاحظة والتحليل ما يساعدها في تحقيق النجاح وهي شخصية تتطلع دائما نحو المستقبل لكنها لا تنسى عائلتها او تتنكر لاصلها تميل شخصية الضفدع دائما للراحة والهدوء فهي تكره العجلة والتسرع وتستغرق وقتا للملاحظة والتحليل قبل اتخاذ افضل قرار متاح واصحاب هذه الشخصية اصدقاء طيبون يمكنهم الاستماع للاخرين واسداء النصائح المفيدة لهم كما يتمتعون بحكمة تساعدهم في حياتهم الشخصية والمهنية ومع ذلك فقد تفوتهم فرص رائعة احيانا بسبب ميلهم للتريث لكن بمجرد اتخاذهم للقرار يتحركون بسرعة دون تردد تتمتع شخصية الضفدع ايضا بحدس صادق ويمكنها بسهولة تفادي الخطر والحفاظ على سلامتها في المواقف المختلفة كما انها تعشق العمل ولديها مستويات عالية من التركيز تساعدها في تحقيق اهدافها سبعة السمكة هذه الشخصية تعتمد على حدسها كليا لتسترشد بالعلامات التي تراها في طريقها وتتفادى العقبات ببراعة كما تتسم بقدر كبير من الاسرار مع الهدوء وعدم التعجل وتفضل ان تحقق اهدافها خطوة بخطوة وهي شخصية كتومة تجيد الاحتفاظ باسرارها الخاصة واسرار الاخرين كذلك وتميل الى الخصوصية لكن اصحاب شخصية السمكة عرضة للتقلبات المزاجية على الرغم من ان ذلك قد لا يكون ملحوظا للاخرين لان ملامحهم عادة لا تشي بما يشعرون به وفي بعض الاحيان قد يبدو مظهرهم غامضا للغاية انهم لا يحاولون اخفاء اي شيء وانما لا يهدرون طاقتهم ويواصلون الدخار مواردهم بانتظار الوقت المناسب اذا اي حيوان رأيته اولا شاركنا نتيجتك في قسم التعليقات ادنى لا تنسى ان تضغط على اعجبني هذا الفيديو وشاركه مع اصدقائك وانقر على اشتراك لتبقى دائما على الجانب المشرق اشتركوا في القناة